ناس كتير بتعاني من تساقط الشعر وناس كتير بتكتبلي في الكومنتات على تساقط الشعر انا هقولكم بقى على مصك من اول استخدام وبرهان التساقط عندك هيقف برهان من اول استخدام لو ما حصلش كده تعالي حاسبيني هتعمله ايه بقى؟ مية البصل هنعمل ايه بقى مية البصل دي هنجيبها ازاي؟ هنعملها ازاي؟ بصلايا نبشرها نبشرها نخليها عاملة زي العجينة كده نعصرها وناخد المية بتاعتها ديفوا عليها معلقة من زيت الزتون او اي نوع زيت انتو بتحبوها هتحطوها على شعركم قلبوه كويس جدا وعلى الفروة فقط فروة الراس فقط قبلو فروة الراس كلها بمية البصل شبعنا شعرنا كله بمية البصل على طول بناء نلف شعرنا على طول ببناء وساعة ونسيب مية البصل على شعرنا ساعة من تواصلة نخسل شعرنا بعد كده بالشامبو والبلسة صرحيه بعد ما تطلعي لو لقيت شعرك وقع يبيتعليه حسبيني المسك ده مسك البصل مرة واحدة في الاسبوع بيتكرر مرة واحدة في الاسبوع بس من اول استخدام التساقط عندك هيقف استخدموه زي ما انا بقوله بالزبط ما نعطش نفنن حاجات من دماغنا الله يرضى عليكم جربوا مسك البصل لعدم تساقط الشعر من اول استخدام هتلاقوا نتيجة خالي وبرهون جربوا واحدة دولي اشتركوا في القناة